وصل آيباد برو نسخة 2022 بمعالج أبل M2 وفي هذا الفيديو سأقدم لك نظرة سريعة على المزايا الجديدة بالآيباد برو وكذلك رأيي الشخصي والانطباع حول الجهاز خاصة أنه نتكلم هنا عن أداء رهيب جداً ومعالج قوي وكذلك تجربة ممتازة للإنتاجية والعمل دعونا نرى ونتعرف عليها مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم فيديو جديد معنا عبدالغفيص وهذا هو الآيباد الجديد آيباد برو والمتو المعالج الذي رأيناه على أجهزة اللابتوب المعالج القوي وأحدث معالجات أبل يتوفر على الآيباد وهذه النسخة الجديدة في هذا الفيديو سأقدم لك الانطباع الأول وكذلك مراجعة سريعة لهذا الجهاز النسخة التي معي هي الأكبر حجم 12.9 إنش وطبعاً نسخة 11 إنش الفرق بينهم بحجم الشاشة كذلك نوع الشاشة في 12.9 إنش يكون أفضل وهو XDR Display Mini LED واختيار الحجم هذه بتفرق من شخص الآخر حسب الاستخدام وتفضيلك الشخصي كالعادة قبل تكمل الفيديو اشترك بالقناة لو كنت غير مشترك وفعل جرس التنبيهات من ناحية التصميم في الآيباد برو الجديد يجب نفس هوية تصميم الجيل السابق واللي بالمناسبة تصميم جميل ورائع ويقدم جودة تصنيع عالية وكذلك الوزن والأبعاد مثل الجيل السابق أما الشاشة فهي Liquid Retina XDR واللي هنا من نوع الميني LED طبعا تدعم البروموشن مع 120 هيرتز وحتى من أول تجربة للشاشة بتشوف جمال الألوان والتشبع خاصة مع الميني LED في نسخة الـ 12.9 إنش فبتقدم لك تجربة مشاهدة رائعة والسطوع العالي ويمكن هذا أفضل سطوع شفته على جهاز لوحي وأفضل من كثير حتى من أجهزة اللابتوب فهنا نتكلم عن سطوع يوصل للـ 1600 نيت وهذا يعني وضوح للشاشة حتى بالأماكن الخارجية مع الإضاءة العالية بالغرفة أو المكتب بتشوف المحتويات قدامك واضحة وجميلة وطبعا عندك أربع مكبرات صوتية بتقدم لك صوت عالي وواضح والمميز والجديد هنا هو المعالج القوي من أبل اللي هو الـ M2 وتواجده على الأيباد برو بيعطيك أداء رهيب ومذهل وقدرات أكبر للاستخدام والعمل والإنتاجية فعندك هنا أداء أسرع 15% مقارنة بالسابق كذلك الجرافيكس الأسرع 35% وهو رقم كبير وفرق جامد منها الناحية طبعا أبل أعلنت عن قدوم برامج منتاج وتعديل وكذلك برامج هندسية شفناها على الماك لكن بتتوفر للأيباد مثل دافينشي روزولف والأوكتن إكس وهذه كلها بفضل تواجد المعالج الجديد الـ M2 واللي بقدم جرافيكس أفضل من قبل فلو تستخدمها للألعاب بتشوف كيف الدقة الرهيبة والعالية وتأثيرات الجرافيكس كذلك هنا عندك معالج احترافي وقوي بفيد الناس اللي تشتغل على مثلا تطبيقات هندسية أو 3D وحتى للتطبيقات الطبية اللي تعتمد على المجسمات ثلاثية الأبعاد والرندر وشخصيا شفت بعض التجارب للرندر وتعديل الألوان وكيف سرعة الاستجابة كانت عالية فأبهرني كيف أنه ممكن تستفيد من قدرات هذا المعالج مع الأيباد وبيقدم لك أداء سريع وبكفاهة عالية طبعا مع نظام الأيباد واس الجديد بيستفيد برضه من قدرات المعالج وبيقدم لك أداء أفضل وإنتاجية خاصة مع ميزة ستيج مانيجار واللي تقدم لك إنجاز المهام المتعددة بسهولة تقدر أنك تغير حجم التطبيقات وتفتحها بنفس الوقت يعني تفتح أكثر من تطبيق وتشتغل عليها جن بعض أو بشكل متداخل وهذا يعطيك حرية أكبر بالاستقدام وأيضا السرعة وكأنك يعني تستخدم لابتوب هنا مو جهاز لوحي وطبعا يدعم الآن الأيباد برو التوصيل بشاشة خارجية بدقة 6K وعندك أكيد الكيبورد ماجيك أو سمارت فوليو ودعم القلم واللي بتزيد إنتاجيتك وتعطيك مزايا استخدام أكثر وتجربة أسهل وأسرع طبعا القلم يعطيك تجربة ترسم وكتابة رائعة وكلنا نعرف أن القلم تحتاج أن يلمس الشاشة حتى تكتب وترسم وكذلك للتلوين لكن الآن صار في ميزة جديدة مجرد ما يكون القلم يتحرك أو يحوم فوق الأيباد بتكتشف الشاشة الإشارات الصادرة من راس القلم على بعد 12 ملي أو أقل وهنا بفضل المعالج بيحللك الإشارات بشكل مباشر ويحدد مكان القلم ويقدم لك مزايا استعراض مثلا المحتويات أو حتى التلوين والرسم وممكن تعرف شكل الألوان وكيف النتيجة قبل التلوين طبعا الكاميرات الأمامية عندك بدقة 12 ميجابيكسل والتي هي واسعة وصارت أيضا تدعم HDR4 والتثبيت السينمائي للفيديو وتقدم لك أداة ممتاز وفيها حساسات الفيس اي دي حتى تفتح القفل من خلال الوجه وهنا ميزة رهيبة لما تستخدمها مع الإيباد برو بترتاح مع سرعة الفتح وكذلك المميز فيه أنها بيفتح حتى لو كان الإيباد بالعرض أو بالطول فما تشيلها من هذه الناحية أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل و10 ميجابيكسل مع حساس اللايدار والتي صارت الآن تدعم تصوير الفيديو البرو ريز بدقة 4K بعد 30 إطار فبرضه الآيباد الآن صار يدعم مزايا أكبر من ناحية الكاميرا والتي تقدر أنك تستخدمها لتصوير فيديوهات بدقة 4K كذلك الآيباد برو الآن يدعم تقنية الواي فاي 6E والتي تقدم لك سرعة أكبر بنقل البيانات والإنترنت كذلك تواجد البلوتوث 5.3 كتطوير عن الإصدار السابق وكيد أنه يدعم 5G أيضا البطارية تقدم لك حسب كلام قبل 10 ساعات من الاستخدام والمشاهدة وقريبا نجربها بشكل أكبر في المراجعة أخيرا أيباد برو والإمتو متوفر بسعر يبدأ من 3699 ريال في متجر قبل الرسمي يبدأ السعر من 799 دولار قريبا باستخدم الجهاز أكثر وقدم لك مراجعة مفصلة لذلك لو عندك استفسار أو حاجة تحب أن نركز عليها اكتبها بالتعليقات لا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفك في فيديو جاي والسلام عليكم